ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين يا الأعزاء ودلوقت جلدة جينا للفقرة اللي طعمها حلو قوي اللي حضراتكم بتحبوها جدا 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 وهي فقرة المطعم معمونة عودتكم في فقرة المطعم معمونة إن أنا جيب لكم أعلى برنداية في الأكل وكمان الفرانشايز النهاردة بقى جايب لكم حاجة مختلفة بما إننا كلنا كستات بيوت أو كستات بنشتغل بنرجع من الشغل ما عندناش وقت إن إحنا نطبخ وما عندناش وقت إن إحنا نعمل الأكل اللي هو المميز بقى اللي بياخد وقت زي المحاشي زي الحمام المحشي زي البشاملات الحاجات الجامدة دي ما بيبقاش عندنا وقت نعملها فبالتالي بنبقى ولادنا بيتحير ملأ دلوقتي بقى فيه صفحات أونلاين بتقدم لكم الأكل البيتي بنفس نفس وطعم ست البيت وكمان السعر على قد الإيد هنعرف النهاردة كل الحاجات دي لإن مشرفنا النهاردة المهندس طارق حسني صاحب صفحة عزايم أكل بيتي أصلي في البداية بحب أرحب بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الفكرة جات لك منين مع إن حضرتك أسا مهندس يعني أنا عايزة أفهم بقى المولوع ده يعني حضرتك مهندس وفي نفس الوقت عامل صفحة مميزة جدا جدا للأكل تمام هو الموضوع يبتدى من الأول أصلا في العيلة يعني إحنا الفكرة إن إحنا الكونسبت بتاعنا في العيلة الأكل العزومات يعني من اللي بنشوف أي حاجة مناسبة عشان نعمل عليها عزوم نجاح عيد ده الستايل بتاعنا عمت فابتدينا إن الأكل كله حلو الناس قريبنا طب افتحهم مطعم طب أعملوا طب أعملوا 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 الكلام ده كله أنا كنت فيه لسه صغير ما شاء الله فكان والدي ما كانش يبير ده يعني مش راضي إن هو يعمل يعني كده كده والدي الله يرحمه برضه هو كان ما شاء الله عليه في المشويات طب يعني ما فيش ما فيش بعد كده و والديتي الجزء التاني الجزء بقى بتاع الأكل التاني الشرقي بقى والكلام ده كله المحاشي والبشاملات والكلام ده كله وهي شطرة فيه جدا فابتديت إن أنا حول الفكرة إن أنا بقى خلاص أنا بعدت عن المجال الهندسة فأنا عايز إن أنا أخش في مجال الفودان بيفرج فابتديت أدخل بيه جمعت داتا جمعت السوق شفت الدنيا ماشية إزاي وبتديت بقى إن إحنا نحط الحاجة المختلفة إن إحنا أنا بش بعمل أكل سوق أنا مش شغل كوميرشل أنا بشتغل شغل ليه إيمة ببيع آيتم ليه هائمة بنفس الخامة اللي أنا بكل منها في بيتي يعني ما فيش أي اختلاف في أي حاجة مش فكرة إن الكوست يبقى عالي والكلام ده كله لأ أنا أهم حاجة بالنسبالي إن أنا في الآخر المضموني يبقى الجزء مبسوط دي بتبسيتني جدا ماشاء الله في صفحة عزايب بقى أكل بيتي أصلي بتقدمه أي نوع من الأكل حضرقك قلتلي إن هو الأكل البيتي بس يعني أي نوع من الأكل شرقي غربي بس إحنا مين لدينا الأكل شرقي بس فيه طبعا لازم تخش أطباق انترناشنل يعني زي مثلا البيكاتا البيكاتا مثلا لازم تدخل معانا لأن إحنا برضو إحنا بنعمل مناسبات وبنعمل أفراح بنشتغل شغل الكيترينج عامة فالأيتمز دي لازم تكون موجودة فإحنا بنشتغل على الشرقي وبنشتغل برضو مع حاجات انترناشنل مع حاجات شامي زي الكوبيب برضو هنهوريها برضو لحضرتك أنا هقوم بالوقت أنا شم روايح جامدة لازم وقعدة مسكة نفسي يعني هو لازم الحلقة بس تخلص لا بطيق لا إيش بطيق لا إيش كلنا هيعجبت إن شاء الله ربنا يخلي حضرتك يا رب ربنا يخلي حضرتك طيب أنتو طبعا الأكل في عزيم مميز بطعمه قوي ليه بقى بتستخدمه إيه هل ده بيبقى راجع للإنجريديانز اللي موجودة في الأكل طبعا ده شيء أساسي يعني شيء أساسي كده كده الروماتيريا اللي نحن بنستخدمها بتعلي الكواليتي معنا طبعا تعلي الكواليتي الأكل آه نعم الحاجات بتبقى غالية بس في نفس الوقت بيطلع قصادها الكواليتي فهم قصدي طبعا هو ده الفكرة كلها الفكرة كلها في الرسم إن احنا أول لما ابتديت الموضوع خالص أنا معايا في المطبخ الشيف فاطمة والشيف صبرية دول كانوا بداية البزنس بتاعي لأننا عشان أطلع أكل بجودة ست البيت هي لازم ست بيت اللي تعمله فابتدينا مع بعض إن احنا زبطنا الراسبي لحد ما يعني وقفنا عند حاجة معينة خلاص دي أحسن حاجة سوري دي أحسن حاجة في كل حاجة فإحنا خلاص ابتدينا حطينا الراسبي ومشينا على هذا الموضوع ابتدي الشغل يعلن معنا فهمها أصدي بس مين للراسبي الأساسية أيوة الستات البيوت أيوة مالي أكيد إحنا ستات أكيد طبعا طيب إحنا هنتكلم عن الأطباء المميزة عندكم بس على الكيتشن عشان المشاهدين يشوفوا بعد إذنك يا مخر عشان يشوفوا بسم الله ما شاء الله شامم سوالي مفحفحة وكستالية مشوحة إيه الجمال ده ما شاء الله اللهم بارك لا 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 يعني أنا أنا عايز أقول لها حضرتك جالي مطاعم كتير وقليل أفضل حضرتك عليها شوائز جالي مطاعم كتير وقليل بصراحة ما شفتش الجمال ده ربنا يخليك بقى مينا بقى زوقك والله ربنا يخليك عايزة حضرتك بقى تكلمني عن صمت صمت من الأصناف الهيلة ده يكشف عامل إيه كله تمام حضرتك اللي بتحط المين روسها بيبتعد الأكل الجميل ده جميل جميل في حاجات أسية ماشينا عليه ما ننزلش يورا بيطلع ممتاز علشان بالضبط الطبق لازم التيس تيطلع هو هو اللي يأكل يقولي ده الأكل ده معمول في البيت صح دي اللي احنا بالمصر لي مش معمول براحنا أنا شمّة أنا شمّة يا جماعة مرحبوني مش كده لا لسه لسه بعد الحالة ده إيه الجمال ده نتكلم بقى عن الأصناف ده حمام محشي ده حمام محشي في ريك ورز ولا في ريك بس ده رز بس ممتاز ممتاز ده قليش باللحمة المفرومة كاميرا يا جماعة بيينوا الجمال ده اللي أنا شايفاه عشان المشاهدين دلوقتي يشاركوني الإحساس هنا ده حمام تمام تمام وهنا كمان في في جلاش محشي باللحمة المفرومة بفلفل الألوان معها معجبنا مزرين لما جوا محشي برد ده كل ما عندنا مندخلوا في الشغل ده جوا الله جميل وده إيه ده مكرونة فورن بشامل بكرون وراء العنب وراء العنب ده أساسي طبعا ده أساسي أساسي وراء العنب طبع يعني أي حاجة عايزة تبتدي بحاجة إحنا نبتدي بوراء العنب آه أنا أنا ده أهم حاجة تمام ممتاز ممتاز ده بقى إيه مشويات معاك ششتوق تمام معاك كباب معاك كفتة معاك زي كوردن بلو ده ده محشي بس ده ماخده بدلا ماخده بنية واخده ماشهو معايا ممتاز ماخده بدلا ماخده برق بينه ده مدية ممتاز 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 سيد المتقطع عليها برضو ومكسرات بتاعتنا من حاجة بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك بجأس أنا في حاجة برضو عايزة أقولها المحشي الفلفل الألوان ده أنا شايف أنه هم هدور حقه بصراحة آه فعلا لأن الفلفل ده طعمه طحفة يعني طعمه طحفة فعلا غير أي محشي تاني غير البتنجان غير الكوسة بيد 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 برضو بزنتش بتاع الطبعه حلو من منظر أساسا محدش بيعملو خالص فعلا طيب السنبوسة السنبوسة معنا لحمة وجبنا برضو معانا سبرينجة برضو محشي خضار عشان الخضار برضو زي ما توني فاويده كتير حلو برضو مناسبة لطفل حامل ده وحلو الأكفار بالزبط بنا نستعمل برضو الخضار الكوسة جزر بصر بيت لفو الحاجة دي كلهاب معانا بيبقى منظر طالعا منزر طالعا زي ما تشاهدون الحشرة ممتاز طبعا ورق العنب هنا بقى الروز ده بالإيه بالبيكاتا ده روز الظبيات بكاتا سوز بلني معانا الدمجلاس معانا مع المشرو معانا فرش ما بنسعملش المشروب اللي خلي بالك اللي هو تعالى علم شغلو بتعالى برضو فرش معانا فعلا عشان عشان يديكوا التستب تحتنا تمام حضرتك ببنزر شي حانا خالص معانا كوردن بلو كوردن بلو محشي برضو معايا سلامي وشيدر معانا متجبن بتاعتنا حاجات تشكيل من جوو بتلفوا برضو السلامي مسلا لبنستغني سيها وسلامي حلواني سلامي حلواني برضو حاجة نضيفة نستغنيت كل حاجة زيها حاجة نضيفة بتاعت بزبط أعلى حاجة طب علشان كده الطعم بيقوميز لان كل ده بيرفليكت في الآخر في البيتس بزبط بزبط فعلا دي بقى البيكاتا دي ويت سوس بيكاتا ويت سوس دي بقى احنا برضو لنا زي اختراع كده فيها دي كتاك مختلفة دي بتاعتنا احنا ما تغششونا لا ما تغششونا تمام ده المنبار بقى عشق الملعين بسكندرية بولو عليه العصبان بزبط في مسقعة عندنا باللحمة فوق معنا مسقعة باللحمة مسقعة باللحمة المطلومة وبالشمل بالشمل معنا الحمني يا ربي الحمني يا ربي ده ايه الجمال ده والكوبابة اللبناني الكوبابة طبعا لبناني أساسي جميل ما شاء الله انتو كمان عندكو قسم للحلويات مظبوط الحلويات بقى اللي ده بقى حضرتك نحن شغالين برضو في الكاترينج عمتا فبنمسك البوفي مسلا بتاع الفرح From A to Z يعني مسلا زي الكورنر اللي هناك ده عندنا البايكري بتبقى حاجة بسيطة يعني مش بتبقى حاجة كبيرة برضو احنا بنحطها في الفرح عندنا برضو زي اللي حضرتك شايفية على المضرب ده بتاع الجبن ده برضو بيبقى option بيبقى مدي للبوفي شكل كديكور وكتيست برضو بيبقى حلو جدا ممتاز بتنزل برضو مع البوفي برضو في مريات اللحمة مرات الدنادي اللحمة بردة الدنادي السدول حاجة دي معاك اه اي حاجة انت موجودة معك على البوفي معاي زها بي موجود معنا مشاهدين العزاء صفحة عزايم أكل بيتي أصلي بيعملولكو عزاء عندك عزومة عندك فرح عندك عيد ميلاد كل الحاجات دي تخيلي بقى انت في مناسبتك قدي ايه هيشرفوك قدي ايه هيشرفوك بجد حتى التطش بتاعهم والديكور بتاعهم يعني بصراحة هم جايبين المفرش التحفة ده معايهم تحت كل طبق كده عاملين لمسة جمالية ما حصلتش فتخيلي أكل تحفة تيستي جنن كوالتي عالية جدا جدا سعر معقول كل ده هتلاقيه في عزومتك أو في مناسبتك فلو حضرتك عايزة تتواصلي مع صفحة عزيم الأرقام موجودة على الشاشة كل حاجة تخليك توصلي لهم الأرقام صفحات السوشيال ميديا كل حاجة موجودة على الشاشة دلوقتي مشاهدين الأعزاء بجد حاجة هيلة احنا شكونا لكل بنوصل للنهاية بنوصل للنهاية برضو حضرتك ان الجسة زي تنصي يقولك ده أكل بيتي بس فعلا ده بس ست بيت مين الشطرة الهيلة اللي تعرف تعمل حاجات دي ومعالي يوم معالي طبعا أنا معالي مثلا دي أكتر حاجة نبهتم بيها في البوفي بالذات لأن دي الحاجة اللي احنا بنختم بيها البوفي فهو لازم الجسة يبقى معلق معايا آخر حاجة كلها حتى بعيد عن الحاد اللي هو كله وكده كده مبسوط بي بس ام معالي دي لازم الفنش بتاعها تبقى تحفة فحنا معالي عندنا جميلة جدا كلها بيحبوه بالزبط مين ما بيحبش المعالي حاببت الملايين ومعنا برضو رز بلبن معنا جاتوس وري معنا الشرقي كل ده برضو احنا في حاجات يعني مثلا حتى الحلو انتو اللي بتعملوه مش بتشتروا جاهز ممتاز كل حاجة بتتعمل الحمد لله الأول ما كناش بنبتدي طبعا ان احنا بنعمل يعني ما كناش بنعمل الأول بس بتتدينا خطوة 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 لحد ما الحمد لله بقنا نعمل الحلو ما شاء الله انا عايزة بس اعرف الاسعار عندكو عامل ايه والله الاسعار بالنسبة للسوق هي اقل من يعني اقل من السوق فالاسعار قويسة جدا بالنسبة للكواليتي العالية اللي انت بتاخديها بتاخدي كواليتي عالية جدا مش انا مش غرضي في البروجيكت ده المكسب اوي على اقدم انا اعمل حاجة والناس كلها تدول الاكل وتبقى مبسوطة من الاكل ان هو يبقى في الاخر براند كبير وليه اسمه ومعروف يعني هو معروف ان الحاجات دي وفي نفس الوقت انا مش عايز سعر عالي ايوه انا مش عايز سعر عالي بالعكس انا عايز كل الناس تجربنا طاعمة قصده اكيد اكيد طيب مشاهدين برنامجنا هي وآدم لازم يبقى ليهم سبيشال اوفر اكيد طبعا النهاردة من صفحة عذايم اكيد طيب هتعملولنا ايه والله ممكن نعمل اوفر 15% اف على كل الودرز ولا ما اكسرت احرم 15% خاص فقط لمشاهدين هي وآدم كلنا شفنا الاكل كلنا شفنا جماله مستنين ايه كلكم يلا اتصلوا دلوقتي على صفحة عذايم صفحة عذايم موجودة على الفيسبوك عذايم اكل بيتي اصلي انا على فكرة ما استضبتش اجمل ناس معايا في الاستوديو غير بعد ما اتصلت وجربت وبجد تجربة كانت هيلة جدا 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 هو المفروض ان انا دوق على الهوى وقلهم تجربتي بس انا لو دوقت حاجة مش هقل خطر هكامل 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 مش هكامل لا احنا بعد ما نخلص الهوى نخش بقى قلنا عليه بجد مشاهدين الاعزاء انا في نهاية فقرتنا بنشكر المهندس الجميل المهندس طارق بس بيجد لحضرتك وشيفنا المميز الشيف العمومي لصفحة عذايم المهندس سوري الشيف عمر الشيف عمر نورت ناشف مشاهدين الاعزاء الوقت ما حضرتكم بيجري بسرعة جدا هشوفكم الاسبوع الجاي في نفس المعاد وما تنسوش انا ليه حلقة استثنائية الساعة 8 يعني بعد البرنامج اللي بعدي في حلقة تانية استثنائية هنقللكم فيها احتفالية الرئيس الشعب المصري بعيد ميلاد الرئيس السيسي هتوحشوني جدا اشوفكم على خير اشتركوا في القناة